اشتركوا في القناة تبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لسبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو مسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار رح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو رح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة داعش وثمانية وخمسين دقيقة من يوم واحد وثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني رح يكون من الجدي للدلو رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا انا بقول عصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لول مسار الثالث رح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل رح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا الو او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي رح تكون الاسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي رح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية رح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية رح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية رح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية رح تكون تربيع بين الشمس وارانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضي الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولة ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي رح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي رح تكون بين الشمس وارانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة رح تكون يوم اربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء اللي علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو اللي علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو رح تكون فيها نوع من النوع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا رح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي لها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية رح تكون اه هي مش زاوية هي حدث اه رح يكون انتقال العطارد اه الى برج الاسد من السرطان للأسد رح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اه اللي رح تنتقل اه لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل الادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا منذكر منعيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لإلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لايلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج القوس طبعا الشمس اول شي رح نحكي عنها لانها هي اللي موجودة في بيتك التاسع اللي كان من المفروض انها تدعمك بشكل كبير ولكن زاوية التربيع اللي شكلتها مع اورانوس هاي اللي خلت الاسباب انها تكون ضاغطة على مستوى علاقاتك باشخاص خارج البلاد او باصدقاء او معارف اجانب في منك دخل بمشاكل الها علاقة بقضايا قضائية او يعني كان في بعض الاضطرابات على مستوى قضية معينة وممكن دخلت يعني بعض الحدية في الطباع اثناء التعامل مع مؤسسة تعليمية او موضوع العلاقة بامتحانات او صعوبة في التركيز والدراسة انفعلات وعصبية طبعا عطارد رح يهون هاي المسائل يعني رح يعطيك بعض الايجابيات من هاي الاشياء السلبية اللي احنا ذكرناها لانه هو رح ينتقل من البيت الثامن اللي هو بيت الشراك المالي والعاطفية لعندك للبيت التاسع برضو رح يعزز نقاط ويفتح لك بعض المجالات الايجابية على كل ما ذكرنا يعني رح تكون الفترة هاي مختلطة ما بين ايجابية وسلبية على مستوى البيت التاسع اما بالنسبة للزهرة اللي رح تكون موجودة برضو في بيتك السابع ورح تنتقل للبيت الثامن فهي رح تعزز اشياء ايجابية على مستوى الاموال المشتركة فممكن يتحقق مسائل مالية كان صعب انك تحققها بالفترة الماضية ممكن اوراق قانونية ممكن مطالبات مالية ممكن قروض ديون امور كانت معقدة على مستوى اشياء العلاقة ببنك او ضريبة او تأمين يعني الفترة كانت حساسة الفترة الماضية ولكن الان بتبلش شوي تنفرج على بعض المسائل المالية اما بالنسبة المريخ طبعا اللي موجود في البيت الخامس ورح يستمر معنا لنهاية السنة فعشان هيك البيت الخامس هذا بيت العاطفي طب بما انه المريخ هو اساسا وجوده بعض طاقة سلبي صحيح في برج حليف للك فهو بيخليك تغامر في مسائل عاطفي وبرضو بيخليك تختلق مشاكل عاطفية وبيخلي في نوع من انواع التقلب في المزاج او نوع من انواع العصبية او نوع من انواع فرض السلطة او الرأي على الحبيب بالفترة هاي بتعند وبتعصب وبتركب راسك في كثير مسائل وخصوصا لو كانت على مستوى حوار بسيط ما بينك وبين الحبيب برضو الحبيب هنا مش مقصود بس حبيب العاطفي الحبيب هنا احد الابناء وبرضو احد الوالدين اما بالنسبة لبرج الجدي اللي هو اساسا يعتبر هو بيتك الثاني وبرضو موجود في زحل والمشتري وبلوتو والثلاث بيتراجعوا فهاي برضو من الاسباب اللي سبب يعني اللي سببت بشكل مباشر ضغط على المستوى المالي او مشاكل مالية او ازم مالية او ضغط مالي او ارتباكات او تعطيل مسائل او انذارات يعني بمعنى اخر اشياء يعني فيها نوع من انواع الصعوبة على المستوى المالي بكل معاني اما بالنسبة لها نبتن الموجود في البيت الرابع اللي بيعمل وساوس واوهام واشياء لها علاقة في البيت الرابع يعني بتتركز كل الاوهام والوساوس على اشياء لها علاقة في البيت اما قلق على احد افراد العائلة مشكلة في البيت وسواس لصحة احد افراد البيت اه شغلة لها علاقة في البيت خوف من اجار تراكم احداث اه ضغط صحة يعني كل الامور اللي بتتعلق في البيت وافراد البيت والعائلة هي الامور اللي بتكون ضاغطة من نبتن بشكل وسواس عالي جدا واحداث بعض المشاكل اللي علاقة بافراد العائلة اما بالنسبة لأورانوس اورانوس في البيت السادس وهو اللي بيجيب تقلبات على مستويين وخصوصا انه اورانوس بلش بزاوية التربيع هاي اه اللي مع الشمس عشان هيك بيضغط على مسألتين فعشان هيك بتلاقي انه في مشاكل او بلبلة او قلق من وضع عمل معين او عمل بيكون صعب او يوكل عمل بتكون صعبة بالفترة هاي او ممكن انك تكون قلق من بعض المسائل اللي العلاقة بترك العمل او مشاكل داخلية اما على الوضع الصحي فهي بتجيب احداث مفاجئة على المستوى الصحي مثل تعب او ارهاق او اصابات بالفترة هاي حاول قدر الامكان انك تركز بشكل جيد ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك انت من البداية تراجع طبيبك وتهتم بصحتك اما بالنسبة لتوقعاتنا الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس يعني موجود عندك فعشان هيك بتبدأ اسبوعك بثقة بالنفس كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هي بتحمل نوع من انواع الانفراج والتقدم الملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في برج الجدي حتى مساء يوم الاحد بتكون في فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة اهم شيء انك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك في بعض المسائل وخصوصا تواجد القمر وبتسهل حياتك لا تسمح لأحد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي بالفترة من مساء يوم الاحد بيكون القمر في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة للخروج بنزهة او اجتياز امتحان فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل اهم مش انك تتحرك بفاعلية كبيرة وممكن تقوم باتصالات واسعة تصفر عن اتفاق ومصالحة من صباح يوم الاربعاء بيكون القمر موجود في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تتوتر وترتبك حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في عقار او للانطلاق في ورش الترميم وتأهيل من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الحمل تزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا بتكون جيدة فترة ايجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد